طيب احنا وصلنا دلوقتي فقرة انت مين انت مين يا كابتن انا محمد ابو العز حسين من الموليد السيدة الزينب مواطن مصري لعب في نادي عمالي كان اسمه نادي العمال نادي الترسنة وكنا بنضارع بالانديا الكبيرة الاهلي او الزمالك والاسماعيلي والسويس كانت كل انديا كبيرة على فكرة طبعا كانت كل نادي عنده احسن لعيبة في مصر ولعبت منتخب مصر والحمد لله واحسن حاجة الحمد لله ان الجينات اللي عندي وعندي ولادي معظمهم رياضيين عرفنا على وسريته عندي محمد لعب منتخب رحمة منتخب اللومبي ولعب في المقاولين درجة أولى وكان من اشبال النادي الاهلي ومشكلته انه اهلاوي فعشان كده كان بيضطهد في المنتخب عندي لا يا رب عندي ما شاء الله ما حدش فينا لعب في الاهلي اه لكن عندي ماريم بنت بنتي ياسمين في كابتن فريق أربع الفين وعشرة وهدى في الفريق وأحسن لعيبة في الفريق تلعب مجملة هندي بول هندي بول اه وكابتن مصطفى بوسي شافة وكابتن طلعت شتا انبهروا بيها وتعتبر هي هدى في الفريق وجابت لهم اخر بطولة ماشا الله وعندي ادم ابن اميرة بنت كبيرة قولهم احفادك بقى اه عندي ادم بيلعب في اهل دبي خدوه 15 سنة خدوه الاول وفجأة عرفوا ان هو ابن بنتي ما مستدقوش اه فتمسكو بيه لعيب كويس اوي موهوب ولادك ما فيش حد تفكر فيهم ان يطلع لعيب كورة ما هو ما فيش ما عنديش اللي حمادك حماده بس من عندي ولد والبعدين البنات البنات وعندي بقى صارة عندها ولد 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 وبنت فاطيمة هنشوف فيه محمد ابول عز مش هنشوف فيه محمد ابول عز فيه يحيا بس يحيا ده جون مش سمي نفسه الشناوي لكن اده تاني مالك مالك ما بيقراهش قدي مانين ما بيقراهش قدي مانين اه لو بيبت له سورة ثمانية عشان غلب مصر سن غالي بيحب ولعيب جنباز ولعيب كورة في نفس الوقت لعيب وايس اوي اوي بيشبهنا يا كابتون صفا بكاتوزو بتاع ايطاليا يا سلام اه بالرغب انه سنه الصغير لكنه يتنيف رجلك لغاية ما ياخد الكورة ما شاء الله ما شاء الله والمدام لا المدام كان بتلعب ما بتلعبش اي رياض عبش اي رياض اخباره ست بيت لا ست بيت اه الحمد لله طيب هويتك ايه يا كابتون غير كورة القدم يعني والله ابدا انا كنت بعشق الباسكت الباسكت جدا لغاية دلوقت بحب اتفرج عليها انا كنت بالعب باسكت اساس تلعب باسكت ها بتحب الاكل طبعا ايه الاكل المفضلة ليك لا الاكل هو فيه يول على الملوخية ملوخية ها واي اكل مسبك طيب بتحب تخش المطبخ لا المطبخ لا انت مع انك سافرت كتير ودربت كتير سافرت كنت بعمل على مكتهد يعني بس ها اللامة لا اللامة ما تكون بدون هدف ما لهاش لازمة ام بتضيع وقت وتحصل ممكن تحصل من خلالها ايش هاك بتحب السفر السفر طبعا لكن دلوقتي خلاص خلاص الحمدلله الواحد سافر كتير سافر انا يمكن اكتر من خمسين دولة افريقية وعربية اه واوروبية يعني واحد سافر كل افريقية تقريبا تحب التربة محب ايه التربة اه طبعا مين من الفنانين اللي بتسمع المقلسوم لا 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 المقلسوم طبعا ايه الاغنية اللي بتفكرك كده وانت لسه صغير كده وبتحب جديد وبتسمع الاغنية وتحب تيديها لمرتك وانت بيصلاها على الهواء رأي الحبيب يا سيدي يا سيدي هتقولها ايه كده وانت بكلمة علىها ولا انا شافت معاك حاجات كتيرة اولا لا شافت طبعا وتعبت معايا وانت لان طبعا الحياة مكادش سهلة كان واحد بيسافر لو احد وهي بتتحمل اولا الولاد في الدولة صوفة الولاد ايه في المدارس كتن والتانية معاهم لغاية ما انا بخدهم معايا في اي حت ما خدتش باسيبهم اه انا حتى ما سافر يروح مدارس برا عشان كده الحمد لله كلهم اتنين تلعوا مهندسين وماشا الله وحماده طلع دلوقتي رجل اعلام ودعاى واعلان وعندي ياسمين استاذة في المدارس اليد اللغة انجليزية كلهم الحمد لله ودي الصمرة اللي واحد يعني تعب فيها ودي أعقل لها وأحسن من أي حاجة ربنا خليه أهم لك يا رب نعم سدي بتحب الأفلام أبيض و سود؟ جميلة أفلام اسمعين يا سيد كلها؟ كلها مين الفنان الكوميدي الفوكاهي اللي انت بتشوفه بتقعد تضحك أول ما تشوفه؟ لا عادي الإمام طبعا عادي الإمام طيب احنا وصلنا لآخر حاجة معاك رسالة الرسالة دي والتباصص كده هتبعتها لمن وتقول فيها إيه؟ بعتها لأي حد انت عايزه بعتها لأي مدرب طموح بدي حياته يعتمد على نفسك في كل شيء والاطلاع المستمر 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 باستمرار حسن علاقتك بزملائك ومن يمتهن مهنة التدريب يريد يبطل النقد المستمر والنقد اللازع على زميله ليك في السوشيال ميديا؟ لا خالص؟ هل تشاف ان السوشيال ميديا بتغير مدربين وتغير رؤساء الندية وكلام ده؟ المصالح كلها بمقابل بمقابل اه انا فقدت فيه احد رؤساء الندية بيقولك انا مش عارف امشي المدرب عشان معاه خمس اعضاء محترمين جدا ويرفضين انه هو يمشي لانه مدرب كويس وناجح وليه تاريخ ازاي انت رئيس نادي؟ المفروض ان انت القمة ما تدخلش في السوشيال ميديا ليه تأسف كده؟ اسائت اسائت في كل حاجة طيب اشتركوا في القناة